اشتركوا في القناة في منزلة السماك الأعزل وهي للصلح والدواء والضرر والتصليح ورح ينكث القمر فيها لغاية موعد انتقال القمر من العذراء للميزان الساعة 4 و 23 دقيقة مساء من مساء يوم الأحد بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الغفر وهي للكنوز والضفر والمنع والتفريق والمشاكل والنفي طبعا بما ان القمر موجود في برج العذراء فما زالت طبيعتنا الجادة هي اللي بتسيطر على الوضع منلاقي حالنا انه الجادين في أمورنا وبتحركاتنا بتصرفاتنا بقراراتنا مننتبه أكثر لصحتنا بممارس التمارين الرياضية أو بالتفكير بحمية أو مراقبة الصحة بتساعدنا بمحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط وما منترك واردة أو شاردة دون تفحصها نجد انه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دورهام ومنشعر ان الناس شحيحون في عطاءهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أو نتفقد أنفسنا ونتوهم أمراض ما إلها أي وجود هاي أفضل فترة للتخلص من عدات سيئة كالتدخين وشرب الكحول بوسع نقتناء حيوان أليف مطالعة كتاب مفيد والبدء بوظيفة أو عمل جديد بالنسبة للزوايا الفلكية البطيئة اللي مأثر علينا خلال فترة هاي أول زاوية حكينا هي زاوية اقتران ممتزجة بين الزهرة وبين بلوتو هاي مستمرة لغاية يوم 30-12 طبعا هاي الزاوية بتخلق جوعا من السعادة من الناحية العاطفية الإيجابية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة إيجابا وبتدعم أكثر فأكثر وبتتعزز أكثر فأكثر ولكن العلاقات الضعيفة بتدفعنا للعنف وبتجعل مزاجنا عدواني وعصبيين وممكن تنتهي العلاقات الضعيفة وتسبب خلافات في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية أكثر فأكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس بين المريخ وبين زحل وهاي مستمرة لغاية يوم 3-1 طبعا اليوم هي بداية تأثيراتها وبما أنها زاوية إيجابية فبتمنحنا وضوح كبير في أمورنا وبتسمح لنا التغلب على العقبات وتجاوزها وخصوصا في أعمالنا وفي مشاريعنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزاوية المتشكلة ما بين زحل وما بين أورانوس هي زاوية تربيع سلبية طبعا هاي مستمرة لغاية يوم 13-1 هي بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات طبعا إلها هي حوادث طبيعية أو وقوة حوادث طبيعية مدمرة مثل العواصف والزلازل وامور إلها علاقة بالطائرات أو أخبار إلها علاقة بالطائرات أو سكك الحديد أما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل اليوم في عنا زاويتين قبل خلو المسار أول زاوية هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهي ذروتها الساعة 8-11 دقيقة صباحا طبعا مستمرة طول اليوم بتأجج العاطفة اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحصن عطاهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي طبعا ذروتها الساعة 8-39 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة طبعا هاي الزاوية برضو طيلة النهار تأثيرتها بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار من الساعة 8-39 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة 24 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش وهذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 24 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش القمر بيكون انتقل واستقر في برج الميزان وبدأ يشكل أول زوايا لإله فعشان هيك التأثيرات بتصير على جميع الأبراج في هاي الفترة إنه بتصير هاي الفترة أفضل عاطفيا لتعزيز أو صار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين أكثر ومنميل للإسترخاء وبيجد الغرام متنفس لدى العشاء ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفلة أو أعادة تزيين البيت أو المكتب أو اقتناء حاجية جميلة بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل بعد الانتقال وهي زاوية بطيئة طبعا زاوية تزديس إيجابية بين عطارد وبين نبتون وهاي ذروتها رح تكون الساعة التسعة وثمانية وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينج طبعا تأثيراتها بتبدأ من ساعات العصر تقريبا فهي الزاوية بتخلينا شوي نصبح قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من حولنا دون أن يعبروا عنها بصراحة بما أنه أغلب اليوم القمر موجود في برج العذراء يعني أغلب لغاية ساعات المساء فمعناته الأعضاء اللي ما زالت هي اللي لازم نوفر لها العناية الإضافية اللي هي البنكرياس والأمعاء الدقيقة والأعور له المصران الأعور القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم أجهزة الإحساس والعيون والأذنين طبعا بما أنه في فترة خلو المسار ما مننصح في فترة خلو المسار إجراء عمليات جراحية إلا إذا كانت طارئة وضرورية جدا طبعا الأعضاء اللي ذكرناها هي أكثر حساسية عشان هيك يفضل أنه ما نجري عمليات لها خلال هذا اليوم بالنسبة لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة فالفترة هاي غير مناسبة بسبب تراجع الزهرة بتصلح لإزالة الشعر الزائد ولكن لا تصلح للقص العلاجي تصلح للقص التجميلي وللصبغ أما بالنسبة لمطعوم كورونا فهي مناسبة اليوم طبعا ولكن مع أخذ بعين الاعتبار اللي هو بنادول حبتين كل ست ساعات لمدة ثلاث أيام وإذا احتاج الأمر أنه الواحد يأخذ اللي هو أنتي هستامين أو هستامين اللي هي أدوية التحسس من أثر الوخز اللقاح بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الميزان خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء 28-12 يبدأ في تمام الساعة 19 دقائق مساء بتوقيت جرينيج وبيستمر حتى تمام الساعة 9.15 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر لبرج العقرب يعني خلو المسار مدة خمس دقائق فقط لاغر أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع 22 يوم في تمام الساعة 29 دقيقة مساء بيصبح 23 يوم نسبة الإضاءة 55% بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم عشرين واحد الآن هي سعيدة بنسبة 60% ولكن في ساعات الظهر بتنزل السعودة لنسبة 30% بالنسبة للقمر في العذراء وبدو ينتقل الميزان ورح يمكث في الميزان لغاية يوم 28-12 اليوم القمر سعيد بنسبة 45% عطارد في الجدي حتى يوم 2-1 سعيد بنسبة 70% الزهرة في الجدي بيتراجح حتى يوم 29-1 سعيد بنسبة 0% المريخ في القوس حتى يوم 24-1 سعيد بنسبة 30% المشتري في الدلو حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أرى نصف الثورة بيتراجح حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بما أن القمر ما زال موجود في البيت السادس فمعناته بتتركز الأمور كلها على العمل وعلى الصحة فعشان هيك بتجدوا أن العمل ما زال بيتراكم أو مطلوب منكم أعمال كثيرة أو أكثر من عمل في نفس الوقت ابتجدوا برضو صعوب في إنجاز الكثير من أعمالكم أهم إشي أنك تنتبهوا اليوم للأعمال وتنتبهوا لصحتكم ما في داعي لأي سوء تفاهم ما بينكم بين زملائكم في العمل وبرضو حاولوا أنك تجدوا الحلول وتعالجوا المسائل الطارئة يعني ببعن آخر بتكون تنتبهوا للأمرين اللي ذكرناهم لغاية ساعات المساء من ساعات المساء طبعا الأجواء بتتغير مش من ناحية قوية لأن القمر بصير مقابلكم تماما فعشان هيك هو إيجابي أنه بيعزز وبترغبوا في تعزيز الشراكة ما بين شركائكم بالمال أو شركائكم بالعاطفة وتوطيد العلاقة معهم ولكن طاقتكم بتكون ضعيفة في هاي الفترة لأن القمر مقابلكم تماما فبتجدوا في تعقيد في بعض الأمور وتطرأ بعض البلبلة فعشان هيك بتكون تعالجوا الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاذروا القطيعة والدعاوى القانونية لأنه خصمكم في هاي الفترة بكون قوي والعرقيل ممكن أنها تستفز برج الثور بما أن القمر ما زال موجود في البيت الخامس لغاية ساعات المساء فمن الآن لغاية ساعات المساء بتظل الرغبة قوية في التقرب من أحباكم وإيجاد قاسم مشترك بيجمعكم بالأحباء والأبناء والوالدين وهذا الشيء بيعزز كثير من طاقتكم عاطفيا وفي الحضود وبيدعمكم وبيوطد العلاقات العاطفية في منكو أشخاص ممكن يمارسوا هواية أو أمور تجميل أو ترتيبات إلها علاقة باللبس أو تغيير المظهر أو ممارسة هواية معينة الأجواء جيدة وبتدفعكم للتغيير والترفيه طبعا تعتبر هاي الفترة من أفضل أيام الشهر وأوفرها حظا طبعا في ساعات المساء القمر بدو ينتقل البيت السادس فبتجدوا من ساعات العصر أنه بلشت الأمور تضغط عليكم أنه بيبدأ العمل بتراكم أكثر بيصير لازم الاهتمام أكثر لأمور الصحة فبتجدوا أنه الواجبات صارت يتداخل مع بعض وبتجدوا صعوبة في إنجاز كثير من أعمالكم فعشان هيك بدكوا تنتبهوا لعملكم وتنتبهوا لصحتكم برج الجوزة ما زال القمر موجود في البيت الرابع طبعا بيت الرابع يعني بيت البيت وبيت العائلة فبيظل القمر موجود في هذا البيت لغاية ساعات المساء فعشان هيك بيظل فيه إنشغلات العلاقة في البيت والعائلة وتنظيم أمور عائلية بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم مثل ديكور تغييرات علاقات اجتماعية اجتماعات عائلية ولكن بدون اتخاذ قرارات حاسمة وبدون دفع فلوس في تصليحات ما إلها داعي لأنها فترة خلوم مسار ممكن تشعروا ببعض التعب أو الإرهاق أو يصير فيه سوء تفاهم عشان هيك حاولوا تبعدوا عن التوتر خصوصا على الصعيد العائلي لأنه ممكن شوية تكون في بعض الضغوط في ساعات المساء الأجواء بتتغير إيجابيا لأنه القمر رح يصير في بيت حليف لا إلك فبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات أهم شيء تلطفوا الأجواء وتعيدوا العلاقات أو ترجعوا العلاقات لطبيعتها اليوم ممكن تنال ما بترغب وتنتصر على كل الاعتبارات وممكن تحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة في الفترة الماضية برج السرطان بما أنه اليوم برضو القمر موجود في البيت الثالث من الآن لغاية ساعات المساء معناته رح تنشطوا بالتحركات والاتصالات والتنقلات في منكو أشخاص ممكن يخرجوا في رحلة أو تغيير جو أو ينشطوا بالترويج لسلعة معينة أو الاهتمام بالسيارات أو الإلكترونيات أهم الشيء بما أنه في فترة دخلوا مسار بتكون تنتبهوا أثناء تنقلاتكم وأثناء حركتكم من الإصابات أثناء تنقلاتكم بالسيارات خصوصا على الشوارع المفتوحة ما في داعي للسرعة الزائدة أو للمغامرات والمجازفات حاول برضو تخلي كلامك واضح وصريح بدون ما تكون عنيف ببعض الكلمات عشان ما تنفهم غلط طبعا ممكن اليوم تقوم بزيارات أو تلاحق أعمال ملحة وضرورية عند قدرة إقناع عالية وسرعة بديها قوية في ساعات المساء القمر رح ينتقل ويصير في البيت الرابع يعني بيت البيت وبيت العائلة فهيصير بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة ولكن أهم شيء تجنب وتوبيخ الأحباء أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية حاول أنك تواجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات بتحمي حقوقك وحاول أنك ما تفرض رأيك الأجواء جيدة وممكن تحمل لقاء عائلي ممتاز برج الأسد طبعا القمر ما زال موجود في بيت المال فعشان هيك ممكن اليوم يفتح لكم مجالات من الآن لغاية ساعات المساء لما كاسب مالية أغلبها بتيجي من عمل إضافي أو مستردات، هبات، نوع من أنواع الدعم ترتيب أمور فوتير أو ترتيب دفعات أو تناقش موضوع مالي تحصيل المال واضح ولكن أهم شيء بالفترة هاي بتزيد المصاريف أو رغبتكم بصرف الفلوس أو رغبتكم بالمشتريات فبتكوا تخففوا من النفقات قدر المستطاع وتبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية في ساعات المساء القمر رح ينتقل ويصير في البيت الثالث فعشان هيك بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جهر بتكثر النشاطات على حسب حقل اختصاصك وبتكون لك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم إشي ما تتردد بالتحرك برج العذرة القمر ما زال من الآن لغاية ساعات المساء عندكم في برج العذرة فعشان هيك بتظلوا تشعروا بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الأمور برضو بتكون ثقتكم بنفسكم قوية وقدرتكم على الإقناع مرغوبين وطاقتكم عالية جداً عندك حماسة ووضوح بالأفكار وقدرة جيدة على إنجاح مشاريعك رغبة ممتازة وقدرة عالية وطاقة ممتازة جداً مستمرة لغاية ساعات المساء ولكن حاول في فترة خلو المسار إنك ما تتخذ قرارات حاسمة في ساعات المساء القمر رح يتغير ويدخل على بيت المال على برج قريب لا إلك وقوي لا إلك فعشان هيك بتعيدوا ضبط ميزانيتكم أهم إشي إنكم ما تتهربوا من تقديم المساعدة ممكن تحصلوا على بعض المكاسب أو ترتبوا أمور إلها علاقة بالوضع المالي أهم إشي إنكم ما تبالغوا بمصاريفكم وبدك تكون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة الأهم إنك رح تهتم لأمور مالية ومكاسب مالية أو سداد بعض الأموال اللي لا إلك أو ممكن مصائف فلوس مطلوبة منك لمصاريف إما بيتية أو استشفائية برج الميزان بيتطلب منكم اليوم الانتباه أكثر لأن القمر ما زال موجود بالعذراء لغاية ساعات المساء فعشان هيك بتكوا تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم لمعناوياتكم لأنه رح تظلوا شاعرين هيك شوية بالتعب أو عدم القدرة على إنجاز كثير من الأمور وتفكروا في تأجيل أو إلغاء أو مواجهات حاول إنك تحمي نفسك وتبعد عن أي مواجهة بالفترة هاي ممكن أي شخص يوعدك بشيء وما يوفي وممكن تكون معول على موعد وفجأة لا ينتهى أو ما زبطت الأمور معك طبعا هاي الأمور بتظلها محبطة لغاية ساعات المساء من ساعات العصر بتجدوا أن الأجواء تغيرت تستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك وعلى مظهرك بتقوى نسبة النجاح عندك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك الأجواء بتصير إيجابية ودعملة إليك بقوة ولكن عليك أنك تنتظر يعني ما تتخذ قرارات حاسمة في فترة خلو المسار وما تحسم أمر قبل ساعات المساء برج العقرب ما زالت الأجواء اجتماعية بالنسبة لموليد برج العقرب ممكن تلتقوا أصدقاء أو يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تلتقوا بصديق أو تتواصلوا مع أصدقاء اليوم ممكن يكون في مناسبة تحقق من وراها بعض المكاسب من الآن لساعات المساء ولكن الأهم دير بالك من سوء تفاهم أو كلمات أو نظرات ممكن تنفهم بشكل غلط تسبب خلاف أو سوء تفاهم ما بينك وبين الأشخاص اللي بتتعامل معهم حاول أنك ما تفرض سلطتك على صديق أو تتحكم فيه أو في قراراته طبعا لغاية ساعات المساء بدك تنتبه أنك بدك تحاول تنهي كل الأعمال المهمة والضرورية قبل ما نصل لساعات المساء لأنه بصير القمر وصل لبرج حساس بالنسبة لإلك فعشان هيك بصير في بيت متاعبك فعشان هيك بدك تنتبهوا أكثر لصحتكم حاولوا ما توقعوا على عقد أو تبدأوا عمل جديد لأنها هاي فترة فارغة من الحظ حاول أنك تحلل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء وما تقرر على شيء عشان ما تخيب آمالك وحاذر من البلبلة ومن الالتباسات برج القوس بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل القمر من الآن لغاية ساعات المساء موجود في بيت السمعة وبيت العمل فعشان هيك ممكن تنجزوا أعمالكم بتوطدوا العلاقة ما بينك وبين المسؤولين أو يعني أشياء لها علاقة بعمل جديد أو تسليم أعمال أهم شيء أنه هذا بيت سمعة يا بيشهرك يا إما بيحبطك يد ما بتجتهد اليوم بتحصل أهم شيء تبعد تعد عن المغامرات والمخاطرات والمجازفات عشان ما تشوه سمعتك وما في داعي لأي مشاحنات مع المسؤولين عنك في مكان عملك هاي أهم النقاط في ساعات المساء الأجواء بتتغير إيجابيا لأن القمر راح يصير في بيت العلاقات الاجتماعية وبيت الأصدقاء فبتلتقوا الأصدقاء ومنك أشخاص ممكن يبدروا لاملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالكم لأنه ممكن تجدوا حليف يدعم تصوراتكم ممكن يتوجهلكوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تنشطوا بالعلاقات الاجتماعية أهم شيء أنك ما تستسلم وكرر المحاولات وخصوصا من ساعات المساء برج الجديد ما زال القمر في البيت التاسع فعشان هيك بظل الرغبة بالاتصالات البعيدة التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو أمور إلها علاقة بالسفر أو المعاملات القانونية هي المسيطرة على هذا الوضع اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة اليوم راح يبدع فيها أهم إشي في فترة خلو المسار ما تعتمده كثير على الحظ وانتبهوا كونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن اللي عنده سفر بده يتفقد أمتعته بشكل جيد وأوراقه الأجواء جيدة ودعملة لكم واليوم ممكن تطمئن خواطرك بسبب أمر معين وشوي تحقيق لك هاي إنه مثلا كونت خايف من شيء اليوم تطمئن منه أكثر فأكثر طبعا هاي الأجواء بتظل داعملة إلك لغاية ساعات المساء من ساعات المساء الأجواء راح تتغير لأنه القمر راح يصير في بيت السمعة فعشان هيك بتنجحوا بالمحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ولكن ممكن تخضع لعدة تجارب مهمة أهم إشي إنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك حاول أنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع لأن الفترة هاي فيها نوع من أنواع القلق والتوتر ما في داعي للمجازفة والمغامرة برج الدلو القمر ما زال موجود من الآن لغاية ساعات المساء في بيتك الثامن يعني بيت الأموال المشتركة الأموال اللي بيكون فيه بينك وبين شخص شريك فيها مثل البنك شريكك القرد شريكك اللي بيدينك شريكك الزوج شريكك بالمال فهاي تعتبر أموال مشتركة ممكن تهتموا ببعض هاي الأمور المالية اليوم ولكن برضو ممكن تهتموا لأمور صحية بتتعلق فيكم أو بصحة قريب لإلكم يعني بيكون بحاجة للرعاية أو للزيارة وأهم شيء أنك تحاول اليوم تكون مرن وما تتنازل عن حقك شرط الامتناء عن فرض الرأي طبعا هاي الأجواء رح تضلها مسيطرة عليك من الآن لغاية ساعات المساء للاهتمامات بالأموال المشتركة من ساعات المساء الأجواء رح تتحسن بشكل أقوى بتنشغلوا في مسائل بتتعلق بسفر أو اتصالات بعيدة أو تعامل مع أجانب هذا يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة ممكن تناقش اليوم بقوة وذكاء وتتجرأ على رفض أي شيء ما بناسبك أهم شيء أنك ما تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لأخوض تجربة جديدة وهو من ضمنها ممكن يكون موضوع بتعلق بسفر أو امتحان برج الحوت بتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركائكم سواء في العمل أو في العاطف لأن القمر ما زال مقابلكم منه الآن لغاية ساعات المساء فعشان هيك هذا بيعزز علاقتكم بالأزواج وشركائكم توطيد العلاقة مصالحة تراجع عن قرارات سابقة الاتفاق على قرار معين وأنك تتفقوا على أسلوب حياة جديد يعني في أشياء كثير إيجابية في هذا الموضوع ولكن لأن طاقتكم ضعيفة فبتكثر الأعباء وبتكثر الضغوط وهذا الشيء بيخليكم تنشغلوا بأي شيء فعشان هيك تضبطوا عصابكم ما في داعي للعصبية ولا للمواجهة ولا لقرارات المرتجلة يعني بمعنى آخر بدك تكون هادئ على الآخر بدون اتخاذ قرارات حاسمة أما في ساعات المساء الأجواء بتتحسن شوي لأن القمر بتحرك للبيت الثامن شوي عن مقابلتك فعشان هيك بتنهمكم في أعادة تنظيم أموركم المالية أهم شيء أنكم ما تهملوا صحتكم فبتصبح الأجواء أكثر إيجابية وأكثر تجاوبا فممكن تلاقي أعمالك صدى طيب أهم شيء أنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذار هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر